حلقة النهاردة كالعادة هيكون فيها تفاصيل جديدة وأخبار حصرية وموضوعات همة جدا والنهاردة هنتحرك معاكم في الشأن المحلي ثم الشأن الإفريقي ونطير على الفيفا وزيوريخ ونشوف الشأن الدولي اللي هيحصل الفترة اللي جاية فرصة النهاردة الفريق راحة سلبية فنشتغل شوية برى الإطار التقليدي أو اليومي في متابعة تدريبات الفريق ونتطمن على أخبارنا ومتابعتنا ونشوف آخر المستجدات اللي ممكن هنهتم بيها في الفترة اللي جاية أكيد ما ننساش أن احنا عندنا دوري أبطال إفريقيا في نهاية الشهر الجاري وعندنا مونديال الأندية في 2025 وخلال شهر عندنا أحداث مهمة جدا ممناسبة مونديال الأندية كمان عندنا رحلة إلى قطر عشان مباريات مهمة جدا على كأس التحدي وكأس فيفا انتر كونتيننتل أمام ريا المدريد وأمام بطل باتشوكا المكسيكا أو حتى درب الأمريكتين أحداث مهمة جدا عشان كده النهاردة هنتحرك معاكم في كافة الاتجاهات في الشأن المحلي النهاردة الفريق راح بس في الشأن المحلي فيه كلام قالب السوشيال ميديا موضوع التحكيم اللي أكيد بيشغل بال كل المتابعين اللي ليه في الكورة واللي منوش في الكورة خاصة بالأمس حصل تصريحات وتراشق ما بين عضو في اللجنة أو مدير فاني للجنة مع حكم دولي سابق وممكن تروح القصة لشؤون قرنية وتحقيقات ويه قصة كبيرة جدا وده اللي احنا بنقوله في البداية وحتى النهاية المشاكل اللي موجودة في ملف التحكيم بتقودنا كلنا إلى قرار واحد وهو الاستعانة بخبراء أجانب مش خبير أجنبي خبراء أجانب لإدارة ملف التحكيم النهاردة هنتكلم عن كل حاجة النهاردة كانت فيه جلسة استماع في اتحاد الكورة مع طاقم الحكام وتأكيد اللي اللي احنا ذكرنا مبارح أكيد هنتكمل في نفس التفاصيل ونشرح المستجدات وإيه اللي بيحصل في مقر الجبالية بشأن ملف اللجنة وبشأن طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي محمد عادل محمد سلاماميدو محادثات الفار الكلام الخطير اللي اتقال أكيد مش هنعد الكلام ده النهاردة بعد جلسة الاستماع لازم يكون فيه قرار وموقف لأن اللي حصل النهاردة أكيد مليون في المية هيفتح الملف على مصرعاه حلقة فيها كواليس كتيرة فيها تفاصيل مهمة وما تروحوش بعيد لأن النهاردة عندي مفاجآت جمهور الأهلي مستنيها لما نروح أمريكا ولما تتعامل القرعة ولما نبدأ دور الأبطال والدوري وجدول الدوري هل ممكن يحصل تعديل تاني زي ما كان هيحصل وهو بتحط الجدول في بداية الموسم بسبب ترحيل المصابقات الإفريقية تابعونا لأن الحلقة فاكرة واليس كتيرة جدا وأخبار هامة جدا ولكن نهاردة كمان معنا في الجزء الأخير فقرة حوارية مهمة جدا بنتكلم في السوشيال ميديا اللي بيتكتب على الفيسبوك الصور للإستجرام حالات تحكمية محتوى متعلق بالبطولات القرية كلام كتير في السوشيال ميديا وبرنامج التريند أكيد فيه فقرة خاصة بالسوشيال ميديا وزيما أنتم متعودين معنا في كل يوم فيه فقرة حوارية مختلفة في الفكرة وفي القضية وفي الموضوع